عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي لاستعراض عدد من ملفات العمل وخلال اللقاء أكد مدبولي أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة وسبل استغلالها من جانبه أكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتوائم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية بجانب إقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات